موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة السندي تيليغراف التي نشرت مقالة لديفيد كاميرون حول تنظيم الدولة الإسلامية تحت علوان واجه العقائد السامة الآن أو واجه الإرهاب في شوارع بريطانيا بعد ذلك يحذر كاميرون في مقاله من مخاطر وجود ما يسميه دولة الخلافة الإرهابية على سواحل البحر الأبيض المتوسط ويقول كاميرون أن الغرب متورط في صراع ممتد على مدار أجيال متعددة ضد نوع من التطرف الإسلامي الخطير الذي سيجلب الإرهاب إلى شوارع بريطانيا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهته ودحره ويضف كاميرون أن العالم لا يمكنه التعامي عما يدري من تأسيس دولة خلافة متطرفة في قلب العراق وسوريا محذرا من أن مسلحيها يسيطرون بالفعل على مساحات شاسعة من الأراضي ويقول كاميرون إذا لم تتم مواجهة هؤلاء المقاتلين البرابرة المتطرفين الآن وفورا فإنهم سيؤسسون دولة إرهابية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ويؤكد كاميرون أن بريطانيا يجب عليها أن تستخدم قواها العسكرية للمساعدة في مواجهة الدولة الإسلامية شديدة الخطورة والنوايا القاتلة ذاتها لأنها ستستهدف المواطنين البريطانيين وقال كاميرون أن بريطانيا ستطرح الموضوع على طاولة مناقشات حلف شمال الأطلسي النيتو التي ستنعقد في ويلز كما أنها ستدفع باتجاه مزيد من القرارات في منظمة الأمم المتحدة لمصلحة دعم الأكراد الذين يقاتلون المتطرفين الإسلاميين حسب وصفه في شمالي العراق ورغم ذلك يستبعد كاميرون فكرة الدفع بقوات بريطانية إلى العراق مرة أخرى لكنه يؤكد أهمية مواجهة الدولة الإسلامية لمصلحة الأمن في أوروبا وكذلك لمصلحة الاقتصاد العالمي نبقى مع الصحافة البريطانية حيث نشرت الڭارديون مقالا لكاتب سوري يدعى حسن حسن تحت عنوان صورة للتهديد الذي يشتاح بلد جاثه يقول الكاتب أن السبب في توسع رقعة الأراضي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في سوريا يكمن في السياسات التي انتهجها الساسة السوريون خلال الأعوام الماضية وفي إحساس السنة السوريين بالتهميش وهو ما ساعد على امتشار الفكر السلفي ويقول الكاتب هناك بعض النماذج من بين المنضمين للجماعة المسلحة المعارضة توضح فكرته منها أبو المعتصم البالغ من العمر 18 عاما والقادم من البحرين حيث ترك أسرته في مطلع عام 2012 وانضوى تحت لواء إحدى الجماعة المسلحة التي تقاتل بشار الأسد ويقول حسن أن أبو المعتصم ترك والديه الذين يعملان في البحرين وعاد إلى بلاده حيث انضم للجيش السوري الحر بضاعة أشهر قبل أن ينضم إلى جماعة أحرار الشام ويضيف إنه ذهب بعد ذلك لزيارة أهله فمنعوه من العودة إلى سوريا للمشاركة في القتل لكنه بعد ذلك عاد وانضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية ويقول حسن فقد سألت أبو المعتصم ماذا سيفعل إذا كان أبوه عضوا في جبهة النصرة التنظيم التابع للقاعدة والتخيا في المعركة فأجاب بصوت حاسم سأقتله ويضف حسن إن أبو المعتصم قال له إن أبو عبيدة وهو أحد صحابة النبي محمد قتل والده ويقول حسن إنه لطالما تساءل ما السبب في تحول الناس ليصبح مثل أبو المعتصم واستمر التساؤل في الإلحاح على ذهنه وهو يرى كيف أصبح الدير الزور التي نشأ فيها بعدما سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وارتكب فيها بعض المجازر حسب تعبيره ويرى الكاتب أن هناك أسبابا عدة لتنامي أنصار التنظيم منها أئمة المساجد الذين يتكلمون عن نظام الخلافة كرمز ديني يشجع على وحدة المسلمين ويؤكد أن العوامل كثيرة لكن لا تتم دراستها أو مواجهتها بينما الدولة الإسلامية لم تصل بعد إلى نصف ما يمكنها أن تفعل قلق فرنسي على الأكراد عبرت عنه صحيفة اللوبوند الفرنسية التي نشرت تحت عنوان أكراد سوريا يقاتلون داعش في العراق جاء فيه قام مقاتل حزب الاتحاد الديمقراطي بفتح ممر بري يسمح بمرور أربعين ألف لاجئ هربوا من المذابح التي يرتكبها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في جبال سنجار شمال غرب العراق وتشير الصحيفة إلى أن مدينة اليعروبية تحولت إلى مدينة أشباح بعد أن فرت منها الأقلية الكردية من أتباع ديانة الزردشتية الممر الذي فتحه المقاتلون الأكراد يبلغ طوله نحو عشرة كيلومترات غير أنه يبقى ممرا غير آمن إذ أنه عرضة لقذائف هاون من وقت لآخر وتشير الصحيفة إلى أن مقاتل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تمكنوا من إنقاذ ما يقرب من سبعين ألف شخص خلال عشرة أيام من جبال سنجار والمناطق المحيطة بها وفقا للتقديرات الرسمية وقد انتقل بعض هؤلاء اللاجئين إلى سوريا غير أن أغلبهم دخل إقيم كردستان العراق عبر الأراضي السورية ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى الصحافة العربية حيث نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا لطارق الحميد بعنوانه في حوار مطول نشر على جزئين حاول نصر الله تلميع نفسه بشكل لافت حيث تحدث لصحيفة الأخبار اللبنانية تحدث نصر الله مطولا وحاول التبرير لنفسه وحزبه وسياسات الإيرانية في المنطقة كما حاول التلميع صورة النظام الأسدي وذهب نصر الله إلى حد القول بأن أذكار داعش تدرس في المناهج التعليمية الخليجية منذ سنوات ورغم كل ذلك فإن القصة ليست هنا بل هي في حديث نصر الله عن الحرب الدائرة في غزة ففي الحوار سئل نصر الله هل تبلغتم من الفلسطينيين طلبا بالتدخل المباشر؟ فكانت إجابته كالتالي الأخ موسى أبو مرزوق تحدث في هذا الموضوع لم يتحدث أحد معنا من بقية الفصائل وأعتقد أن الكل يتفهم ثم يسأل المحاور نصر الله هل يعبر كلامه أي كلام أبو مرزوق عن موقف حماسة الحقيقي؟ هنا يقول نصر الله إذا كان هذا مطلبا جديا فإنه نناقش ضمن الدوائر المغلقة لا في وسائل الإعلام ثم يضيف نصر الله خطوط الاتصال قائمة والتواصل دائم كان يمكنه هو أو أحد قيادة حماس أن يطلب مناقشة الأمر أما طرحه في الإعلام ففي رأيه تكشف بشكل جلي مدى ورطة نصر الله وحزبه المتورط في معركة طائفية حيث يقاتل السوريين ما يثير تساؤلات ولم أجده مناسبا إن إجابة نصر الله هذه حول إمكانية التدخل في غزة دفاعا عن مجرم دمشق ويحاول الآن وكما فعل من قبل تبرير تورطه في سوريا إعلاميا بينما يرى نصر الله أن مطالبة حماس له إعلاميا بالتدخل أمر لا يليق فهل هناك ورطة أكبر من هذه وليس لنصر الله وحده بل له ولإيران أيضا خصوصا أن الحزب وطهران يدافعان عن الأسد الذي لا يقتل السوريين وحسب بل ويقتف الفلسطينيين في مخيم اليرموك وفي الوقت نفسه الذي يتباك فيه البعض على ما يحدث في غزة فأي ورطة أكبر من هذه الورطة لنصر الله ومن يقف خلفه شراكة أمريكية كردية أشارت لها صحيفة المستقبل اللبنانية التي نشرت تحت عنوان هجوم كردي على داعش بغطاء جوي أمريكي جاء فيه مع تصدر ملف انتشار عناصر تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق في وقت راجت أمباء عن مقتل زعيمهم أبو بكر البغدادي قامت قوات كردية مدعومة بطائرات أمريكية بهجوما لاستعادة السيطرة على السد الموصل أكبر سدود العراق من يد مقاتل داعش الذين ارتكبوا مجزرة مروعة في قرية كوجو ذات الغالبية الإزيدية حيث أعدم العشرة من سكانها حسب ما قال مسؤولون وشهود فعلى صعيد ميداني كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية ضد عناصر داعش المتورطين بقتل تسعين إزيديا مساء أمس الأول في قرية كوجو الإزيدية جنوب قضاء سنجار غرب الموصل وقال مصدر رفيع الوستوى من الجيش الأمريكي في حديث للقناة الأمريكية إن طائرة الاستطلاع الأمريكية شهدت أدلة على المجزرة التي اقترفتها داعش بحق الإزيديين ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى الصحافة التركية حيث نشرت صحيفة وطن مقالا تحت عنوان معا في نفس المربع لأول مرة جاء فيه تظهر الصورة التي نشرتها صحيفة وطن اليزيديين الذين لجأوا إلى جبال قضاء سنجار أحد أقضية الموصل هربا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم وفي الصورة أيضا مئة جندي أمريكي بجانب موظفين أمريكيين يعملون على توزيع المساعدة الإنسانية باسم هيئة المساعدة العالمية التي تتخذ من واشنطن مركزا لها حيث يشاهد في الصورة عناصر تنظيم بي كي كي يقومون بحماية مسؤول أمريكي لدى إلقائه كلمة أمام الحاضرين يلفت نظر في الصورة أيضا المترجم الذي يقوم بترجمة الكلمة وهو أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة بي كي كي داخل سوريا في السياق ذاته تذكر البصادر بأن الحرب التي أعلنها تنظيم بي كي كي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم تأتي بقصد حشد الدعم الدولي وإطفاء الشرعية الدولية عليها حيث يلاحظ أن سياسات الغرب باعتبار تنظيم بي كي كي منظمة إرهابية ليست كالسابق حيث تغير تعامله مع هذه المنظمة كما تشير المصادر الواردة من الولايات المتحدة أن بعض الأوساط تطالب بإخراج هذه المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية العالمية نبقى مع الصحافة التركية حيث نشرت وكالة أنباء الأناضول تحت عنوان ألف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد الحرب جاء فيه قالت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية إن أكثر من خمسة عشر ألف شخص تظاهروا وسط مدينة تل أبيب مساء أمس ضد الحرب ومع السلام وتعتبر المظاهرة التي نظمت في بيدان رابين في وسط تل أبيب الأكبر التي تنظم في إسرائيل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة وأشرت عنات بن نون مديرة العلاقات الخارجية في الحركة في تغريدة على تويتر أن المتظاهرين هاتفوا يكفي لمسار العنف والحرب وقال الكاتب الإسرائيلي الشهير ديفيد جروسمان في المظاهرة إنما هو جيد لجاري هو جيد من نسبة لي في إشارة إلى وجوب تحسين الأوضاع في غزة وضف جروسمان بحسب تغريدات نشرتها حركة السلام الأن على إسرائيل وحكومة الوفاق الفلسطينية أن يذهب إلى حل سياسي شامل مباشرة بعد محادثات القاهرة وفي سياق غير بعيد نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يدعوت أحرنوت عن زعيمة حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي ثهاف غلون دعوتها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى الاستقالة فوجهت غلون حديثها لنتنياهو قائلة لقد أخفقت عليك أن تترك المفاتيح وأن تذهب إلى بيتك لقد أخفقت بشكل سيء لأنك على مدى خمس سنوات رفضت السلام ورفضت تبني مبادرة السلام العربية وأضافت لقد أخفقت لأنك رفضت الاعتراف بحكومة الوفاق الفلسطينية ودمرت علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأقمت المستوطنات بكثافة في الأراضي الفلسطينية وتابعت غلون الاتفاق الذي أنت أي نتنياهو على استعدادا لقبوله الآن كان من الممكن الوصول إليه بدون دفع ثمان مقتل أربعة وستين جنديا إسرائيليا ومقتل أيل ألفي فلسطيني في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة ننتقل الآن إلى صحيفة القدس العربي التي تنشر عشر قصص عن نساء سوريات كنا معتقلات في سجون نظام السوري وتروي هذه القصص بما فيها قصتها الناشطة ياسمين البنشي التي تلقب بالثائرة الشقراء وكانت معتقلة في سجون النظام وتم تحريرها في صفقة الراهبات حيث تروي قصة مدرسة الفيزياء ابنة دومة التي اتهمها نظام السوري بإعداد قنابل نووية في سوريا دفنت كلمة الحق واقتلعت حنجرة المغني وقسرت أصابع الرسام وحوربت العقول النميرة الدكتورة فائراء ابنة دومة الأبية إحدى معتقلات العلم والفكر التي حاول نظام السيطرة على عملها واستغلال فكرها وإبداعها في علوم الفيزياء والكيمياء وحاولا إقناعها بالعمل لصالحه كانت تعمل مدرسة لمدة الفيزياء في إحدى ثانويات مدينة دومة كانت رسالتها في الدكتورة خاصة بالعلوم الثرية ليتهمها النظام بأنها وصلت لتصنيع قنبلة نووية محدودة المدى وبأبسط المواد مصنوعة من الصابون داخل علبة بلاستيك بدرجة حرارة معينة حيث حصر عملها في الحراك الثوري في المجال الإنساني وهي لم تستخدم علمها في تصنيع ما قد يدمر أو يؤذي الطرفين لأنها كانت دائما من أنصار السلمية حيث قامت بتوزيع المساعدات الإغاثية والطبية للنازحين والمهجرين وتوزيع منشورات توعية لنساء في المنطقة إلى أن اشتعلت الأحداث في مدينتها دومة وتم اعتقالها من منزلها وبقيت في فرع الأمن العسكري بدمشق حوالي ثمانية أشهر إلى أن تم تحويلها إلى فرع المخابرات الجوية في منطقة المزة ليعاد التحقيق معها مرة أخرى بذات التهمة وهي تصنيع مواد متفجرة للمسلحين بحسب زعمهم وضعوها في بداية الأمر في منفردة لمدة ثلاثة أشهر عانت فيها الوحشة والظلمة والجوع وبعد أن فقد عناصر النظام الوصول إلى حل معها أو الحصول على أي معلومة تفيد في تركيب المواد واستخدامها وبعد حوالي الأربعة أشهر من تواجدها داخل الفرع قاموا بتعريبها للتعذيب بالكهرباء في كافة أنحاء جسدها وخاصة المناطق القريبة من الدماغ بقيت أياما عدة على هذه الحال إلى أن انهارت وفقدت وعيها ليقوم عناصر الفرع بعلاجها عن طريق حقنها بإبر في الوريد غير معروفة ومن ثم بدأت تتحسن شيئا فشيئا وتتماثل للشفاء لكنها أصبحت تشعر بخمول في جسدها وذاكرتها لحد كانت تجد فيه صعوبة في تذكر اختصاصها أو حتى أسماء أقاربها بقيت فراء في فرع المخابرات الجوية مدة تس ساعة أشهر عودت في آخرها للسقم والمرض بسبب قلة الغذاء والدواء إلى أن تم تحويلها إلى سجن عدر المركزي في الشهر الأول من عام 2014 بعد أن تم عرضها على القضاء العسكري وإيقافها بموجب محكمة ميدانية عسكرية وذلك بتهمة تصنيع المواد المتفجرات للثور عشرون شهرا في السجون بدلا من المختبرات ومحافل العلم هكذا اعتقلت يكون علمها السيرا مقيدا كحالها تلك هي طريقة النظام السوري في الاحتفال بأصحاب العقول المدعة نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث كتبت ابتهاء القدر في صحيفة العهد مقالا بعنوان أسرار النجاة قالت فيه من جميل ما وصلني أنه لو سقط شخصان في نهر أحدهما مؤمن والآخر كافر فستكتب النجاة لمن يتقن السباحة وإلى روعة هذا المعنى لو أننا لم نبقي عليه في مسار بليد كتب عليه للنشر ليس سيئا تناقل أقصوصات تحمل العبر لكن السيئ هو تفرغها من روحها لتصبح خاوية على حروفها نقرأها ونكتفي بهذه رؤوسنا حسرة وألما على واقع ألما بنا تأتينا الرواية فنستبعد أن نكون نحن المعنيين بها ونتصور المعني كيانات هلامية وهمية بينما تقتضي الحكمة أن نجتهد في تأملها وأن نتعمق في تتبع أبعادها أقصوصة الناجي من الغرق تلك تنير بأضواء تنبهية عدة التنبيه الأول هو أن الاعتقاد أمر والعلم بالشيء أمر آخر التنبيه الثاني إن من المجزفة أن يتبوأ أحدنا منصبا أو يتصدر لمهمة لا يمتلك أدواتها ولا يتقن ألياتها فالنوايا الصادقة لن تشفع لنا إذا كنا نفتقد المهارات اللازمة والإضاءة الثالثة هو أن الغرق أو الفشل يتربص بكل من على المركب إذا ما أخذ القبطان مكان الطباخ وتسلم عامل النظافة دفة القيادة لا أدعي أنها معلومات جديدة ولكنني أتساءل عن مدى تطبيقها في واقعنا الثوري في هذا الواقع ما زلنا نتعامل مع المنصب على أنه تشريف نرشيح إليه من صدقت نيته وحسنت سريرته ونصع تاريخه وعلى ما لتلك العناصر من أهمية لا ينبغي أن يغيب عنا أن المنصب تكليف ومسؤولية وأمانة وعلى ما يتصدر له أن يكون متناغما معه متسقا مع احتياجاته تخصصا وخبرة بمهنية يجب أن تتعامل الكيانات والتشكيلات والمؤسسات الثورية كلها يتم ذلك حين ينرك الشخص احتياجات المنصب الموكل إليه فيرى في نفسه مالكا لأدوات وآليات تحقيق الأهداف في زمن المعلوم ويتقدم من ثم بخطة عمل يكون مسؤولا عن الالتزام بها فلم تعود المأساة تحتمل سياسيين بلا مؤهلات وإعلاميين في غير أماكنهم وقادة عسكريين يتمرنون وقضاة بلا فقه أو حكمة أو دراية بالقوانين ونتساءل لماذا يبطئ النصر إن قبول أحدنا أن يكون في موقع ليس أهلا له هو ظلم بأبعاد ثلاثة ظلم لنفسه إذ حملها من المسؤوليات والتبعات ما لن تقدر عليه وظلم للآخر المناسب الذي سلب منه هذا الموقع وهو على علم أكثر منه وظلم للوطن الذي سيحرم من النجاح الناتج عن التناغم بين الموقع وبين من هو كفء له تبدو المعدلة اليوم أكثر وضوحا من أي الزمن المضى من لا يمتلك التقنيات اللازمة لشغل منصبه بأمانة وأخلاق يرتكب جرما مركبا إن جاءتكم أقصوصة الغريق أو غيرها فتأملوا وتدارسوا ولا تدعوها تغادركم إلا وقد عرضتموها على جرح الوطن وليت السمع والنقل كانا كافيين لتغيير الحال إذن لهان الأمر بهذا مشاهدين الكرام تتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم نلتقي مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة